يا زوجتي يا أحمد يا أور يا زوجتي وأحمد يا شعور يا شعور يا شعور ما بتركك يوم قلت لك يا بابا قلت لك ياسير مينو ياسير يا جريب حمودي ياسير سناء محمد أيوشي يا بابا يا شعور يا دلال يا دلال يالله الحمد لله قلو يا بابا يا شعور كلما فوتوا اطلع قلو يا شعور يا بابا يا شعرا يا شعرا و شعور كتير يا روحي يا شعرا ما بعوفك يوم يا بابا و شعرا يا شعرا يا شعرا يا شعرا يا أيوشي، يا أيوشي الله يرحم يا روحي أيوشي يا ربنا استحبه يا ربنا استحبه يمسكوا فيه لا يزال أهل خانشيخون ينملمون جراحهم و يبحثون عن مفقوديهم و يدفنونا شهداءهم في مقابرهم الجماعية عبد الحميد اليوسف هو أحد الناجين من هذه المجزرة المروعة والبشعة التي ترتكبت بحق المدنيين فقد عبد الحميد أكثر من 25 شخص من أفراد عائلته عائلة اليوسف ومنهم كان زوجته وأطفاله التوأم آية وأحمد سيتحدث لي عبد الحميد عن ما عاشه في تلك اللحظات الصعبة والمؤلمة والقاسية جدا ترام عليكم أخي عبد الحميد كيف اللحظة الأولى اللي عشت فيها المجزرة اللي صارت بيخان شيخون بالحي الشمالي في تمام السابعة بالزبط قابض أول غارة بالطيران المجرم خرجت أطفالي وزوجتي أنا وطلعت برى البيت أنا وطارع برى البيت بعد خمس دايق بالزبط صرنا نشم روايح صعبي أحمد وآية روحس على يسعله وعمون أطيتوني إياها وطلعتوني روحي أنا في حالي عندي أصعب في عندي أهلي كمان أخواتي أولاد أخواتي والكل رايح الصعفون أنت خديهن وروحي بعدي عن ماشي روح دير بالك على حالك ودير بالك عليه أحملت حاله ومشيت رحت أول ما تواجهت بأخويا ياسير ما سايف أخوه ابنه عمار الله يتقبلوا أول ما وصلت لعنده كان أخذ غاز سارين فيهن نظامي يعني أخوي ياسير الله يتقبلوا شفتوا انتركتوا ما عاد أحسين خاص ديروح لحق غيرهم واندع نفس كتير ما عاد أحسين تنفس فيه ابن أخويه كمان محمد ابن ياسير كان عبي أخد أنفاسه الأخيرة جيت لاشيلو واجه ابن أخويه اللي أنا مشيلو يا عمي وقفوه أصعفوهن فيه ابنت أخويه شي ما ابنت أختي ابنت أختي شي ما استشهدت جيت لاشيلة بأحسين حاولت كتير كتير عمل غاز هون أنا ما عاد أحسين أصحح علي فأحسيت أن الدنيا كله يتا برمت فيه ما عاد أحسين أصحح على شي جاء أخويه خايت قلتوا لستني مدير باك عاهلي ما ضل في حدي منا أصعفوهن أخذوني أصعفوني أنا أخذونا على المشفى أصعف بعض العالم طبعا قبل ما أصعف أهلي أنا وجاء على الطريق بس العالم توقع كله على الطريق ما عارف أول شيء شو هو السبب شم الريحة بس ممكن لها الدرجة الصعبة أول شيء فكرناها بعد نصارت العالم تنهار كلها تو يطلع زبد من تمه أصعفوني بعد أربع ساعة رجعت العيد زوجتي وأطفالي أحمد وايا أداوي استشهدي توقع توقع راعد عسي كف يا شيء عيد أخواتي كلهن أولاد عمي كلهن ومرت أخويه وولاد أخويه أولاد عمي وجير عنا كلياتهم كلهم مستشهدي لعيدهم ممدودي كلهم مدي وحدي نرأ عدير أحمد وايا غبطوا بصدري وزوجتي وكل شوي كلنا الساعة بقولوا في سبعة يا شباب تروحوا جيبوهم مخنوقين والمكان الفلاني بالبيت صار العدد فوق الستين شخص سبعين شخص كل شوي يجيبونا عالم مستشهدي مخنوق أخنا واسعفوا عالم لبره ومع بعرف شو صار بعدي دفنوه لقد أحمد وايا دفنتون وإخواتي دفنتون وملادي بيدي زوجتي وإخواتي الحمد لله سلامتك يا رب